السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقع من المواقع الجميلة اللي بتحول التاكست او البروميت ليه صور زي اللي انت شايفها دلوقتي. كل دوت مجرد بس كتنال وتاكست. اكتشار ديزاين وعندنا انتريور ديزاين وعندنا ايربن بلانينج وعندنا سكيل ديزاين المواقع دوت ان الناس المتقصين في العمارة فما فيش اي ثور يعني الوحب اللي هي كده بالغلق. طيب ممكن تجي هنا تقول له انا عايز تستارت كرييشن وتبدأ تعمل حاجة خاصية. تمام? او انتريور او او تقدر تفهم السيرش لو عايز عندك صور كتيرة وعايز يدور في وسطها. هاجيبها في الاكسبلور موديل. تقول له انا عايز مسلا اعدات معينة لما انت عايز تغير الموديل. كل موديل من دول هيجيب لك حاجة مختلفة تماما. فممكن تكون انت عايز حاجة مختصرة في الانتردت زين مسلا. عايز حاجة مسلا في الاركتكتشار ديزاين. تقدر تفطر الحاجة انت عايزة. طيب الورا دي بتدي زي لير اضافي. البرومت اللي احنا نستخدمه. وبعدها الرفرنس اميش لو انت عندك صورة فهو يبدأ انه يشتغل على الصورة دي الاوتبوت. انت عايز كن صورة في الاوتبوت واقول له ستارت كريشن. فتبدأ تظهر معنا صور بالشكل دوت. الجميل لو حد يدخل تاني وكتب نفس التكيس هتجيب له صور مختلفة تماما. وكل ما يطلع لك صورة ممكن تضيق بعض الكلام بحيث ان هو يبدأ يجيب لك صور مختلفة. فالموضوع ظريف ونزيزي وممكن تقول له طب انا عايزة مثلا بقلوان معينة او ماتيريال معينة في شئة مشكلة يبدأ ان هو يعمل هذا. ولو انت عندك صورة يبدأ ان هو يشتغل عليها ويعمل لك صورة افضل تماما. ممكن تعمل edit للصورة في اي لحظة عايز ان انت تعدل الصورة يبدأ ان هو يعدل لك فيها. طيب احنا style لورا دي بيضيف ليرت على ما نشوفها الفكرة. هتلاقي حاجات ما بترفع الموديل. يعني الموديل ده الاساسي ده بس بيدي اضافة معينة او بيخلي ازا كده صناعي يفكر في الطيئة معين. يعني كان نقوله مثلا لا ركزنا مثلا على انها تبقى بشكل قديم او بشكل في شتة في مطر. فتبدأ تظهر بالشكل ده. فالورا بيخلي صورة تبقى مختلفة تماما بيضيف لمحة معينة. او تقدر انت تحكم في انفانيت تلتزم اكتر او تأثير اللورا ده قدقيه. يعني ممكن ده تخلي مثلا بوينت تنانية واسلام. تماما. او بيلي ما زادتش عن بوينت تفايف. خلص. ممكن ما ستخليها بوينت تلاتة مثلا. فتلاقي تأثير اختلف. ممكن نقوله لا الغلنا المؤسرة ده دلوقتي. ونختار مؤسر تاني. ممكن تخليها مثلا تاخد البينتج ستايل مثلا او تاخد برسال دوت. الجميل برضو ان فيه بلاجينز ممكن تسطبه جوه لسكتش اف. او تقدم انت بتعمله انستول وتبدأ ان انت تشتغل بي. الاكستش موجود في الورهاوس. بحيث ان انت شغال تقول له انا عايز اعمل. اديك التكس وتبدأ ان انت تنفس لي الاوامر ديت. ابدأ ان ان هو يكون لك صور جوه. وهو مفرير خاصية ان انت تدرب الموديل بتاعك يعني ان انت تعمل موديل وتبدأ ان انت تجربه ممكن الموديل ده كون انت عامله على احدى البرامج التانية في برامج كثيرة متخصصة في كده زي في موقع اسمه CVTi ده ممكن تدرب الموديل بتاعك هناك وترفعه على لوك اكس اي اي كلاويت او تبدأ انت تدرب قلب الموقع بس طبعا باخد وقت من الكثير هنا ده بتقدر تعمل موديل خاص بكينتا نرجع للوك اكس اي اي تبدأ تسمي الموديل بتاعك وتبدأ تقول انه مثلا هيبقى عبارة عن شيكبوينت وانا لورا البس موديل بتاعك وهكذا تبدأ تدربه بعد كده على صور كتير بحيث انه يبقى فيه نفس فكرة المدرس اللي حشوفناها من في الاول انه فيه style معين مجرد تاكيست يبدأ ان هو يحاول تكس دركيا طبعا انت مش بتقدم سفن بتبدأ معتمد على كل الناس اللي سبقوه فبيبقى الموديل سهل يعني مش بتكتب برمجة واقع الحاجات دي كلها لأ انت تبدأ ان انت تخصص الموديل بتاعك كل دول ناس تدربوا فالزالي كان زمان من موقع بيبقى فيه موديل واحد هنا بقى ألاف الموديل ستبدأ تختار منهم وتبدأ ان انت تكون صور زمان تعيز فالزالي كان زمان تعيز